هنشرح من خلال هذا الفيديو طريقة عمل الدكورات البسيطة في برنامج جوجل سكتش اوب. حاجة شبه الصورة اللي قدام حضرتكم. هنفتح برنامج سكتش اوب. وهنتعلم طريقة رسم هذه الدكورات في برنامج جوجل سكتش اوب بسهولة. هنبدأ نرسم هنضغط على امر المستطيل او بهذه الطريقة. ونضغط ونسحب بهذه الطريقة ونرسم مربع بهذه الطريقة. بعد كده هنضغط على امر ونيجي على المستطيل ده ونقول له بقيمة مناسبة اللي يكون خمسة سنطي بهذه الطريقة. بعد كده هنختار السطح اللي في المنتصف ونقول له دليت. بعد كده هنضغط على على الشكل كله. هنقول له بهذه الطريقة. هنخش جوه هزا الجروب ونقول له للخارج بهذه الطريقة بمسافة مناسبة. بهذه الطريقة. وبالمرة هنديها هنيجي نختار الالوان. وهندي له لون غامق قريب كده من اللون اللي قدامنا ده. وليكن هذا اللون. بهذه الطريقة. دي اول خطوة. الخطوة التانية لو لاحظنا في الصورة في مستطيل اكبر شوية متداخل مع المستطيل الاولى هنرجع للبرنامج ونقول له كليك يمين موف كنترول ونبتدي ناخد نسخة اسف كنترول كليك واسحب وابتدي اخد نسخة من هذا الشكل بهذه الطريقة. واجيبه في الجزء ده. بعد كده هقول له سكيل واعمل سكيل للشكل ده اكبر شوية بهذه الطريقة. بهذه الطريقة. وبعد كده حجم ده وادخل العمق بتاعه شوية علشان اسوهم ببعض. بعد كده هارجع للصورة هلاقي فيه مستطيل برضو متداخل ولكن اكبر قليلا. هارجع للبرنامج واقول له موف كنترول كليك من النقطة دي واسحب اجيبه في الجزء دي بهذه الطريقة. واقول له سكيل واجي اسحب المستطيل ده اكبره شوية. بهذه الطريقة. بعد كده هاخد نسخة برضو من هذا المربع واجيبه في الاسفل. يبقى هقول له موف كنترول من النقطة دي اجيبه في الجزء ده بهذه الطريقة. بس هقول له سكيل عشان اصغره شوية بهذه الطريقة. بهذه الطريقة. هانا نجي على الصورة مرة اخرى. هلقي تقريبا متسوي مع بعض بهذه الطريقة. دي طريقة رسم الدكور اللي قدام حضرتكم دي بهذه البساطة. طريقة جميلة جدا. كل اللي عليك بعد كده انت بتجيب الاكسسورات اللي موجودة بتحطها بهذه الكايفية. ممكن بمنتهى البساطة تختار نسخة من الشكل ده وتقول له موف كنترول كل الكيمين وتسحب بهذه الطريقة. وتبتدي تعدى على الشكل ده. تتعدى عليه ازاي? ممكن تختار هزي الاشكال كلها كده. وتقول له وليكن كليك واسحب كليك. وابتدي اعمل للدكور بتاعي بهذه الطريقة. يبقى من نفس الدكور اللي احنا عملناه البساطة قدرنا نغير في شكله. يبقى الدكور بتاعك بهذا الشكل. ممكن كمان تجي تاخد نسخة من النقطة دي. واسحب. واخد نسخة. نسخة. في الجزء ده. يبقى قدرت من دكور بسيط زي ده. اعمل تشكيلات اخرى بهذه الطريقة. الفيديو بتاعنا انتهى. يارب يكون مفيد لحضرتك. يارب يكون اقدم الاضافة لحضرتك. اشكركم. نلتقي في فيديو اخر بازن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.